السلام عليكم إخواني ومرحبا بكم في قناتكم شاهد الحدث وإليكم التفاصيل أوضح تيريمو يوم مدرب منتخب القابون أنه سيدخل المباراة الأولى من تصفية كاس أمم إفريقيا المقبلة أمام منتخب قوي اسمه المغرب بلغ نصف نهائي كاس العالم الأخيرة وعضف مدرب القابون أنه لمنتخبه أهداف خاصة تتمثل في الوصول والمشاركة في نهائية كام المغرب وتابع ميوم علينا تقديم مباراة جيدة والعودة بنتجة إيجابية المغرب سيحاول تقديم مباراة في المستوى أمام جماهير غدا وهذا أمر منطقي وطبيعي لكن خصوما الحقيقيين في المجموعة هم إفريقيا الوسطى وليسوتو بما أن المغرب يدمن المشاركة في كاس إفريقيا المقبلة على أرضه وأشهر مدرب منتخب الفهود إلا أنه منتخبه في مرحلة إعادة بناء مرضفا نبني لكن مع أهداف قريبة ومحددة أولها التأهل إلى الكام ندلنا لعبين بتجربة كبيرة لكن كذلك لعبين شباب يخلقون تجانسا جيدا في المجموعة وعن المشاكل الانضباط أوضح المتحدد ذاته أنه الأمر يظل عاديا في إفريقيا وليس حسنا على منتخب رقاب فقط مؤكدا أنه تم القطع مع كل مشاهد تسيب وتم تركها للماضي مضيفا تم وضع مشروع خاص يهدف الانضباط والعطاء واحترام قامة منتخب القابون وشدد مدرب القابون على أن غياب ماريو لميناء يظل مؤثرا على الفريق الوطني القابوني بالنظر لقيمة وتجربة اللاعب متدركة بالقول لكن طريقة اللاعب التي سنضعها لن تؤثر على المرضود الجماعي أكيد وذلك بغية تحقيق نتيجة إيجابية